الحمد لله رب العالمين ودع الله عز وجل بهذا العمل الصالح لتقرب إلى الله عز وجل به وفرج الله سبحانه وتعالى أنه حرك السخرة والثاني قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت من أحب النساء إليه وذكر أنه احتاجت مرة من المرات إلى مبلغ معيه من المال وقالت يا فلان أريد مبلغا معيه من المال فقال نعم لكن تمكنني من نفسك يقول بعدما جمعت لها المال وفعلا مكنتني من نفسها وجلست منها مجلس الرجل من امراته قالت يا فلان اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه يقول وقمت منها وهي من أحب النساء إليه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك اللهم فرج عنا ما نحن فيه وهذا المعلوم أنه هو جانب العفاف وقلنا أن الله عز وجل لما قال ولا تقربوا الزنا يريد أن المسلم يكون عفيف يعني لا تقرب الزنا لا تقرب الزنا ولا مقدمات الزنا وقال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم شوف لم يقل يغضون من أبصارهم شوف قل للمؤمنين يغضوا إنما يغضوا يعني بما أنهم مؤمنين جزما أنهم سوف يغضون أبصارهم وإذلك متى ينزل هذا الأمر لما ينزل الإيمان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزنزعني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن تم ورد في بعض الأحاديث أن الإنسان لما يزني إعظم بالله عز وجل يرتفع إيمانه ويكون عليه مثل الظلة فوقه فإذا ترك الزنا رجع إيمانه عليه لماذا؟ لأنه ينقص عند مستوى الإيمان نقصا عظيما لدرجة أنه يزني لأن هذا من كبار الذنوب كما هو معلوم لدى الجميع ولذلك العفاف أمر مطلوب ولذلك العفاف أمر مطلوب أن الإنسان يكون عفيفا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن هذا في حاديث وآيات وبيّنها الله عز وجل فيه آيات وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحاديث قضية أن المسلم يكون عفيفا وذلك لما قال علي بن بي طالب يا رسول الله عن نظر الفجاءة قال يا علي لا تتبع النظرة فإن منك لك الأولى وعليك الثانية هثر من العفاف في البصر أن الإنسان يعف بصره وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تزني وزناها النظر وإن اليد لا تزني وزناها اللمس إلى أن قال والقلب يهو ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه لذلك في شيء اسمه أيها الإخوة مقدمات الزنا في شيء اسمه لابد أن تكون عفيف اللسان عفيف اليد عفيف البصر عفيف السمع حتى السمع الأذن تزني وزناها السمع كيف تزني وزناها السمع كلام المرأة التي لا تحل لك بكلام يعني شيء من الرومانسيات أو غير ذلك وهي مرأة لا تحل لك هذا بريد ورسالة من رسائل الزنا وجند من جنود الشيطان لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ينبه على هذا وقال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول عن النساء قال إياكم والدخول عن النساء قالوا يا رسول الله رأيت الحمو الحمو الذي هو قريب الزوج قال الحمو الموت يعني الحمو الموت هذا الحمو الذي هو قريب الزوج ممن يؤمن جانبه فيخشى أن يكون هو سببا في الفساد سببا في الخطأ وذلك اختلاط الرجال بالنساء من الأشياء التي تكون بريد من ورسالة من رسائل يعني الخطأ ورسالة من رسائل الفتنة وذلك هذه فتنة وعلى الإنسان أن يكون عفيفا على الإنسان أن يتعود أن يكون عفيفا في بصره وعفيفا في سمه وعفيفا في لسانه وعفيفا في يده وعفيفا في جسده كله نسأل الله عزونا التوفيق والسلام الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعدها نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة في الحقيقة لما نقول النساء له أن يكون عفيفا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ومنت له الجنة ولذلك أضية العفة في اللسان والعفة في العين لأن هذه أيها الإخوة بريد وخطوة من خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ترى الشيطان يأتي للإنسان ويقول خطوة ورخطوة ورخطوة حتى يصل به إلى الزنا ولذلك كل الأمور التي تؤدي إلى المواقعة الفاحشة الإسلام حذر منها التبرج بالنسبة للمرأة التغنج والكلام الذي هو ليس كما قال الله عز وجل أن الخضوع بالقول ممنوع أن المرأة تخضع بالقول أمام الرجال أيضا هذا ممنوع كذلك إطلاق البصر الرجل للمرأة أو على المرأة يطلق بصره وعليه أيضا هذا ممنوع وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم الجلوس في الطرق قالوا مجالسنا يا رسول الله ما لنا منها من بود قال إن كان لابد فآطوا الطريق حقه قال وما حق الطريق يا رسول الله شوف الطريق له حق قال أول أمر قال غض البصر أول أمر النساء لما يكون في مكان عام لابد أن يغض بصره عن نساء المسلمين البعض لا يستطيع أن يغض بصره سواء كان رجل أو كانت امرأة وبالذات يتكلم عن الرجال البعض لما ينظر للمرأة ينظر إليها يا ذنب الله أزوجل نظرة المرض كما قال الله عز وجل فيطمع الذي في قلبه مرض مرض ما هو مرض مرض الزنة هو هذه المشكلة أن الإنسان لما ينظر إلى هذه المرأة ينظر لها بنظرة مطعم الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطعم الذي نظر ماذا؟ نظر الشهوة يا ذنب الله بذلك الإسلام حذر من ذلك حتى يجى الإنسان عفيف يجى الإنسان عفيف بذلك ورد في الحديث قال السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال وشاب نشأ في إبادة الله قال ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله دعته يعني لنفسها وروادته عن نفسها ومع ذلك وروادته عن نفسه ومع ذلك هذا الرجل لم يفعل هذه الفاحشة خوفا من الله سبحانه هؤلاء يظلهم الله عز وجل في ظله لأن هذا عملهم فالحقيقة نوعي ذلك هذا الرجل كان عمل نوعي وعمل غير مألوف من أنه هذه المرأة التي يحبها ومع ذلك أعطاها هذا المال وجلس منها لجسة الرجل من أمرأته وهي الضعيفة وهي الضعيفة وهو القوي ومع ذلك لم يفعل الفاحشة وقام منها فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتقاء وجهك اللهم ففرج أن ما نحن فيه فتحركت الصخرة وهذا يدل على أن العفة عمل عظيم يتقرب به المسلم إلى الله العفيف إنسان محبوب عند الله عز وجل إنسان إذا كان عفيفا فهم من المحبوبين إلى الله سبحانه وتعالى والصحابة كان عندهم هذه العفة وكان عندهم هذا الأمر وعلى الإنسان أن يكون عفيفا فالعفيف أيها الإخوة من أولئك الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ذلك ذكرك سورة يوسف كلها يعني لو جزءا منها على قضية العفة شكرا